بحث رئيس مجلس القضاء العلافاء قزيدان ووزير المالية علي علاوي لإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود المؤقعة مع شركات القطاع الخاصة ودور القضاء في تصحيح الأخضاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من أجل الحفاظ على المال العام وكنت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين تفع 700 مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الألكتروني للأموال والتي يديرها علي غلام إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة ومن جانبها أكدت هيئة النزاهة وجود قضية تحقيقية ودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضية المختص بقضايا النزاهة خاصة بالعقد المبرم لإصدار بطاقات الدفع الألكتروني بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للدفع الألكتروني مضيفة أنها خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني ولم ترد الإجابة